يروت والله ليالي أنا أكو فيديو أخاف على مشاعر العراقيين أعرضها لما لوليد البنياتي دقا ومشتغل الشدات شدات محتوطة خربية الولد من قدمتاب قام يطل الحباب الدفتر هي السوهيش هي السوهيش يابا قسما بدم كل الشهداء قسما بدم الحسين أنا ذوله لو بيدي سلطة أو صاحب السلطة يسمعني لا أسوى محاكمتهم عالنية ولا أعدمهم بالشعر وليجي يقول لحقوق الإنسان لأرجع راجدي أسوي أبعد من سنجار شون تب تكليف موظفين من مكتب المديل العام بعنوان حرفي زين ويجاب الحرف بمكتب المدير العام أنا هذا يريد أسأل لي سؤال زين شنو آخر واحد عنوان كاتب زين بعدين يصدرون لك كتاب يصير منسق أو مشرف بدون نوامر إدارية لا أعفوا بدون نوامر إدارية أو ماكو قانون ينص حرفي سائق يصير مشرف أكو أكو تأليمات إدارية تنص على هذا وبعدين يتهجمون على مسؤولي الشفتات وطالبوهم بإيقاف العمل لغرض عملية المطابقية وين المطابقة ولك ولك ابن الحرام وين مطابقتك ورس قد أنت طالبت بالمطابقة وأنه بيهدد بالسيد بالمدير العام بالنقل شين حاجة هذا ولك شيني هاي شون موضوع زين معقولة سعادة المدير العام ما حد قال لك زين الموظفين وموظفات هم تورطين ساحبين وهم الشغلة مسترطبين عليها لأن بس تحطيدك مثل مغارة علي بابا بس تحطيدك تطلع لك سبعة ألاف البطاقات اللي تم اصدارها المواطنين من قبل شركة الولية بات الكيكار شو ما بيها اسم المواطن زين البطاق تيش هاي زين ما بيها اسم المواطن اللي يقوم بيداع مبلغ بالدينار العراقي غير يقولون يا با هذا فلان من فلان وهذا الأمر كل سهل لأصحاب النفوس الضعيفة استغلوا هذا الأمر باستلام مبالغ من الدولار من الملفذ ورادوا يضيعون الجريمة كملة حتى على صعبير الصندوق ما يقدر يتأكد هاي البطاقة إلى من؟ إلى أي مواطن إلى الأولاء شون تم تنفيذ هاي الإجراءات كلها وحصلة كل هاي الفرضة وكل عمليات التلعب بالدولار ببيع إلى المواطنين دولة الرئيس سمعت رئيس هيئة النزاعة سمعت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر